قصص تجلت في المآثر والعبر تبلانها يزدان في أبهى الصور فيها لأهل الحق نبراس الهدى تدعو إلى الرحمن أرواح البشر ذكرى من الماضية تتنى لليقين تلك القرون وذاك تاريخ السنين أترك خيال الفكر يبحر كل حين تلقى على الأفاق أسرار الخبر قرآننا بالخير منهاج السلام غيظ المعاني سحرها بين الأنام إعجازها قد فاق أوصف الكلام فاسمع بما دهت به أغلى قرار قصص تجلت في المآثر والعبر تبيانها يزدان في أبهى الصور هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبدالله الجفال الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أحبة الكرام لقاء آخر متجدد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقاء متجدد مع قصص القرآن الكريم مع قصة يونس بن متى عليه السلام وهي قصة عجيبة قصة عجيبة في قدرة الله سبحانه وتعالى على إنجاء عبده من المهالك وإخراجه من الورطات العظيمة يونس بن متى عليه السلام أرسله الله تعالى إلى أرض اسمها نينوة ناحة الموصل في العراق ولبث في قومه حين من الدار يدعوهم إلى الإسلام الإسلام والاستسلام لله سبحانه وتعالى وتوحيد الله تعالى وما آمن معه أحد وحذرهم من عذاب الله بسبب إعراضهم وتكبرهم فما استجابوا له فغضب غضب وتركهم وغادر البلد توجه ناحية البحر فعل ذلك من غير أمر من الله سبحانه وتعالى أمره الله تعالى بالدعوة ولم يأذن له في الخروج وترك الدعوة وخرج غير وضيق من كفرهم ولكنه خرج بغير أمر الله سبحانه وتعالى يعني النية طيبة والمقصد طيب لكن الفعل غير صحيح مرت سفينة مليئة بالركاب والبضايع فركب معهم وسار في البحر في منتصف البحر بدأت السفينة تختل وبدأت تميل إلى الغرق بسبب إيش؟ بسبب الحمولة الزائدة والحل إيش هو؟ الحل هو التخفيف من هذه الحمولة قرروا حينئذ إلقاء بعض الركاب في البحر بعد أن ألقوا المتاع والبضائع ما زالت السفينة مضطربة لابد من التضحية ببعض الركاب لينجو البعض الآخر من الذي سيلقى في البحر؟ القرعة مثل هذا الموقف لن يتبرع أحد بأن يلقي نفسه الحل هو القرعة فمن يخرج اسمه أو سهمه يلقى في البحر وقع السهم على من؟ على يونس عليه السلام رمى نفسه في البحر لكن قدرة الله سبحانه وتعالى وحكمته لا تدبير آخر أرسل حوتاً ابتلع يونس عليه السلام من دون أن يؤذيه فالتقمه الحوت ابتلعه لم يجرحه ولم يكسر له عظماً الآن أصبح في بطن الحوت واشتدت عليه الظلمة ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وظلمة الليل طيب يعني تخيل هذا الموقف كيف النجاة ومن أين المخرج؟ هل سيصيح يطلب نجدة؟ ماذا سيفعل في هذا الكرب الذي نزل به؟ فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين تمسك هنا بالحبل الوثيق هذه دعوة المكروب التي ما دعاها صاحب كرب إلا نفس الله تعالى كربه وفرج همه فلاحظ هنا في هذا الموقف الذي تطيش فيه العقول وتشل فيه الحركة لا تجه إلى الله سبحانه وتعالى فسبح واستغفر وأكثر من ذلك فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون قال أهل العلم كان المسبحين متى؟ قال كان من المسبحين في وقت الرخاء قبل أن يبتلعه الحوت من أول يعني كان طبع التسبيح هذا التسبيح في وقت الرخاء نفعه الآن في بطن الحوت ولولا هذا التسبيح للبث في بطنه إلى يوم يبعثون عرف الله في الرخاء فكان من المسبحين فعرفه الله في الشدة يقول الإمام بالقيم رحمه الله حينما ذكر فوائد الذكر إن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره في الرخاء عرفه في الشدة وقد جاء أثر معنى أن العبد المطيع الذاكر لله تعالى إذا أصابته شدة أو سأل الله تعالى حاجة قالت الملائكة يا رب صوت معروف من عبد معروف وأما الغافل المعرض عن الله عز وجل إذا دعاه وسأله قالت الملائكة يا رب صوت منكر من عبد منكر لكن ليس معنى هذا أن العبد الغافل الذي شأنه الغفلة أنه إذا استفاق في وقت الشدة أن الله تعالى لا يقبله لا الله تعالى يقبله الله تعالى يقبل دعوة المكروب حتى أنه قبل الدعاء من المشركين وهم مشركين لما دعوه في حال الكرب حينها لما دعى الله أمر الله سبحانه وتعالى الحوت فقذف يونس من بطنه إلى البر قذفه إلى البر خرج يونس من بطن الحوت لكن لم يخرج سليما بطن الحوت هناك تغيرات خرج سقيم مريض بطن الحوت في عصارة هضمية في أمور كثيرة تؤثر على الإنسان الآن مريض ألقاه الحوت على الساحل أنبت الله عليه الشجرة من اليقطين استضل بظلها يقال أن اليقطين هو القرع قال بعض العلماء في إنبات القرع عليه حكمة عظيمة منها أن ورقه في غاية النعومة وأنه كثير وضليل وأنه لا يقربه الذباب والحشرات يعني كل البيئة الصحية التي يحتاجها المريض والمجروح موجودة وأن ثمره يؤكل من أول طلوعه إلى آخره نيا ومطبوخا يناسب المريض سبحانه سبحان الله يعني يعطى البيئة الصحية والطعام المناسب لحاله وفيه نفع كثير وتقوية للدماغ وغير ذلك وهذا من رحمة الله تعالى بعبده يونس ابتلاه ولكن رحمه ابتلاهم فيه رحمة أما قومه حين افتقدوه بعد أن ذهب من قريتهم خافوا على أنفسهم من عذاب الله وعيده يعني كانوا عارفين الحق لكن يكابروا وهم يعرفون أن الأنبياء لا يكذبون فيما يقولون فأصبحوا لا يقين من نزول غضب الله سبحانه وتعالى وعقابه يعرفون الحق كانوا مكابرين ولأن الخوف دفعهم إلى الإيمان آمنوا أراد الله تعالى به من الخير هنا الخوف أصبح إيجابي هذا الخوف الإيجابي آمنوا من الله سبحانه وتعالى على يوسف عليه السلام ونجاه من بطن الحوت وأنعم عليه بنعمة أخرى وهي إسلام قومه وكانوا مئة ألف أو يزيدون كما قال الله تعالى وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين نعم من الله سبحانه وتعالى على يونس عليه السلام فبعد أن نجاه ورد عليه عافيته ورد عليه صحته ورده إلى قومه أعطاه ما كان يتمناه فآمن قومه هداهم الله سبحانه وتعالى للإسلام وهو غائب بينما كان موجود معهم لم يستطع أن يكون سببا في هدايتهم وهو غائب هداهم الله سبحانه وتعالى وهذه القصة العظيمة يعني فيها مؤساة لكل إنسان يقع في كربة يقع في ضيق مهما كان أن يلجأ إلى الله فإن الله تعالى لا يتخلى عنه أبدا اللهم نفس الكرب عن المكروبين وفرج الهم عن المهمومين وصلي الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبدالله الجفال الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدا قصص تجلت في المآثر والعبر تبلانها يستان في أبهى الصور فيها لأهل الحق نبراس الهدى تدعو إلى الرحمن أرواح البشر ذكرى من الماضية تتمال اليقين تلك القرون وذاك تاريخ السنين اترك خيال الفكر يبحر كل حين تلقى على الأفاق أسرار الخبر قرآننا بالخير منها جسلا تلقى على الأفاق أسرار الخبر تلقى على الأفاق أسرار الخبر